بلا ما تخاف وخد تخدم الثقاف الحمام بلدي ديالك بالقبص ما غادي يوقع لوالو ما غاديش تأثر بالرطوبة ولكن على أساس للقبص اللي غادي يخدم لك هذا الثقاف داروري خصو يخلط القبص بهذا المادة هادي اللي هي هيدروفيش كي خلطة مع البلاكة اللي كي يخدم بها القبص وحتى مع القبص اللي كي يدير به الفينيسيون كي خلط هاد المادة هادي وكي يولي هذك القبص عازل الماء وركن سبق لي درت لكم فيديو اللي درت لكم مقارنة بين القبص اللي في هاد المادة العزيلة وبين القبص اللي مفيش هاد المادة العزيلة وكبينه او لارشينه عليه الماء وشوفتوا الفرق بيناتهم وبالنسبة للحمام بلدي اللي كتشوفو معايا المعلم عزيز خدم له ثقاف دياله اوفال خدموله بالقبص وخلط القبص بهذا المادة العزيلة اللي شاركت معاكم وفي الجوانب ديال هادك الثقاف كي ما كتشوفو معايا دار هادك البلايسات بالقبص ولكن ماشي اوفال يعني يجاو مستطيلين باش يقدر انه يركب الاسبوت بهالطريقة اللي كتبه لكم وهذاك الاسبوت رهو ما اتونش يعني ما كيدخلوش الماء وبالتالي باش ميركبوش في الثقاف اللي هو اوفال وما عايجوش شدي الرسم زيان بحكم انه الثقاف ماشي مستوي اذا ندار لهم هاداك اللعيبة في الجنب دي الثقاف اللي هي مستوية خاصة بهاد الاسبوت اللي هو ما اتونش باش ميبقوش مزعزعين من البلسوم والماء يدخل بين السبوتة وبين القبص ويتأثر هاداك القبص مع المدة كنظل في كرارها واضحة وايضا فوق هاد القبص وحتى فوق الزليج هاداك البلاصة هادي كاملة اللي كتبها لكم خدمها المعلم بالتدلكس وكتعرفوا التدلكس ره هي مقاومة الحرارة صحيحة ما كتتأثرش بالرطوبة كتجي ممتازة في الحمام البلدي وبالنسبة هاد الحمام البلدي تتخدم كامل بالنحس وكتبقى الخدمة ديان حاس احسن طريقة اللي نقدرون نخدمو بها الحمام البلدي دياننا وخاك تجي مكلفة ايضا ممكن ندخلو الزليج البلدي في الحمام دياننا كما اننا ممكن ندخلو الرخام وخاك يكون مكلفه لكن كيجي زوين بزاف في الحمام البلدي اما بالنسبة الفينيسيون فكتبقى على حسب الامكانية المادية ديالكل واحد تقدر تنقش شوية في تكلوفة تقدر تزيد شوية في تكلوفة على حسب النوع او للمواد اللي غادي تخدم بهم في الفينيسيون ترجمة نانسي قنقر